بتكليف من السيد رئيس الجمهورية حل أمس وزير وشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج أحمد عطاف حل بالعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أدربيجان ويعد نعقاد هذه الدورة الموسومة فقوى تعاون المشترك بين طموحات والتحديات سانحة لدول الفضاءين لبحث فرصية تعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتقافية كما سيتم تقييم التقدم المحرزي في تجسيد الأهداف المشتركة بعد مرور عشرة أعوام على تأسيس هذا المنتدى كأرضية موحدة تهدف أساسا إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأدربيجان وعلى هامش يشغال المنتدى ينتظرها أن يعقد عطاف لقاءة ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول المشاركة